ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مقص الخضار اللي تقدر ان انت تقطعي بالخضرة زي البقدونس او الكزبرة او الشبت وتقدر ان انت تقطعي بالفلفل او البصل بطريقة بسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو هنا معنا الغطى او الواقي الخاص باجباس الكهربا تقدر ان انت تسبتيه بكل سهولة على اجباس الكهربا في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهربا دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفاكهة بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معي فرشة بتساعدك ان انت يتوزيع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك بعد كده هنشوف مع بعضها عندنا مصفة الاطباق والكبايات ومختلف لوازم المطبخ تقدر ان انت تصف عليها كمان الخضار او الفاكهة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحوض وتصف عليها كل الحاجات دي بعد كده تعالي نشوف مع بعضها عندنا منظم للمطبخ المنظم ده تقدر ان انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف السوسات او التوابل اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده المنظم ده بيحتوي على درجين تقدر ان انت تنظمي فيه اي حاجة انت عايزيها بطريقة شيء جدا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المكنسة دي بتساعدك على ازالة الوبر او الاتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الستاير او على الكنب وغير كده طريقة تنظيف المكنسة دي سهلة جدا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا القمعة او المصفة اللي تقدر ان انت تصفي من خلاله الزيت او تعبي مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك في مختلف المنظمات اللي انت عاوزاها بكل سهولة هنا معانا الالم اللي بيساعدك ان انت تخططي او تعايري كل الاياسات اللي انت بتحتاجيها بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده عندنا الجهاز الزكي اللي بيساعدنا اننا نحش القطايف او السنبوسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وزي ما انت شايفة كده معايا طريقة استخدامه سهلة جدا وبينجز معاك في الوقت بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة دي يدور ان انت تجففيه بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التسبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك بعد كده عندنا منظمات للرز او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بيجي معاها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايد بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه سواء كان رز او دقيق او اي نوع من انواع البوكليات اللي موجودة عندك هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا سكين للمكارونا تقدر ان انت يتقطع بيها عجين المكارونا باشكال واحجام مختلفة زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لذاتية اللصق يعني مش بتحتاج لأي مواد لصقة عشان تسبتيع الجدار وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوانتي السيليكون ده طبعا الجوانتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديك من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت ودلوقتي هنشوف مع بعض شنطة تقدر ان انت تنظمي بيها كمية كبيرة جدا من الميكوب او مختلف اللوازم الشخصية بعد كده هنا عندنا الشبك او السلك وهو عبارة عن لاصك يعني لو مثلا عندك سلك الشبك فيه فتحات تقدر ان انت تستخدميه وتلزقي على الشبك عندك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده هتقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا المكنسة دي بتساعدك على ازالة الوبر او الاتربة اللي بتبقى موجودة عندك سواء على السرير او على السجاد او على الستائر او على الكنب وغير كده طريق التنظيف المكنسة دي سهلة جدا تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مكنة الخياطة حجمها بيكون صغير واستخدمها بيكون سهل جدا تقدر ان انت تخياطي بيها كل انواع الهدوم اللي بتبقى محتاجة خياطة عندك بكل سهولة والنتائج بتاعتها الحقيقة مبهرة جدا زيها زي مكنة الخياطة العادية بالزبط بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا سلة حجمها بيكون صغير كده تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درج او على جلاب المطبخ وترمي فيها بواي الاكل او الورق او اي حاجة تانية انت عاوزيها وطبعا تقدر ان انت تستخدمي السلة دي في الحمام او في المطبخ او في الصالة او في قط النوم دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من سلات النفاذ طبعا السلة دي بتيجي عندك بقى حجام مختلفة تقدر ان انت تستخدميها عندك في الصالة او في الحمام او في المطبخ بعد كده تعالي شوفي معايا منظم المطبخ الدوار ده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف انواع الخضار او الفكهة اللي بتبقى موجودة عندك او تقدر ان انت تستخدميه في تنظيم مختلف المواد الغذائية او اكياس البوكاليات هنا هنشوف مع بعض عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انت تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع العزلة للحرارة اللي تقدر ان انت ترفعي بيها اي حاجة بتكون سخنة عندك او تقدر تستخدميها تحت اي حلة سخنة او صنية او طبق سخن وبعد كده هنشوف مع بعض عندنا الرف اللي تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار وهو بيجي متثبت عليه شماعات صغيرة تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف لوازم وادوات المطبخ زي المعالق الكبيرة الخاصة بالاكل او اي حاجة تانية انت عاوزاها بعد كده هنشوف عندنا منظم للبيض بيجي عبارة عن رف واحد تقدر ان انت تنظمي به حوالي 30 بيضة تقدر ان انت تنظميه في التلاجة او برا التلاجة هنا بقى عندنا منظم ومصفى للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتيه قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفى دي بحيث ان كل بواق الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نظيف بعد كده هنا عندنا اداة تثبيت شكلها بيبقى حلو قوي تقدر ان انت تثبتيها على الجدار وتنظم عليها مختلف اللوازم الشخصية زي مشت الشعر او فرش الميكوب او تنظم عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بيجي معاها اداة مميزة جدا بتساعدك انك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تغسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك ان انت تنجزي كل المهام اللي بتبقى موجودة عندك في البيت سواء لو انت عايزة تنظفي سجاد او تملي حاجة مية باستخدام الخرطوم ده تقدر ان انت تنجزي كل الحاجات دي بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ وزي ما انت شايفة كده حجمه بيكون كبير جدا تقدر ان انت تنظمي بالزيوت او السوسات وغير كده كمان المنظم ده بيجي معاها ست برطمانات تقدر ان انت تنظمي فيها ست انواع من التوابل البودر او الصحيحة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي